إلى ولاية سادسة يتطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وهو يتوجه للإدلاء بصوته رفقة زوجته سارة في القدس في ثاني انتخابات تشريعية خلال خمسة أشهر رغم فضائح الفساد التي تلاحقها يظهر نتنياهو واثقا من فوزها ويؤكد ذلك عن طريق تصريحاته بأن النتائج ستكون متقاربة نتائج الانتخابات ستكون متقاربة أنا أؤكد لكم ذلك أدعو كل الناخبين للتصويت كما فعلت أنا وزوجتي هذا الصباح لن أقول لكم لصالح من حدا موفقا للجميع على الطرف الآخر يدعو بني جانتس خصم نتنياهو الرئيسية ورئيس الأركان السابق وزعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض يدعو الناخبين إلى رفض الفساد والتطرف أدعو كل الناخبين للدهب والتصويت وفق قناعاتهم لكنني أحثكم على اختيار تحالف أبيض أزرق مهما كان قراركم فسوف أحترمه التصويت هو حق لكل مواطن وهو أسمى درجات المواطنة تشهد انتخابة الكنيسات المبكرة تنافس 29 قائمة أبرزها الليكود وأزرق أبيض والقائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية وتحالف يمينا وإسرائيل بيتنا وتشير الاستطلاعات حول المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء إلى اشتداد المنافسة بين جانس ونتانياهو الذي يشغل المنصب منذ مارس من عام 2009 هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تجرى فيها انتخابات ثانية في نفس العام وهناك من يعزوها إلى إصرار بن يمين نتانياهو على إحداث تغييرات قانونية تحميه من أي محاكمة مستقبلية بتهم الفساد ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في حال فشل نتانياهو ومعسكره في الحصول على أغلبية وإصراره على البقاء في سدة الحكم ما قد يرفع من احتمال إجراء تشريعيات ثالثة في إسرائيل خلال عام